هو القانون صدر يعني انتهى زي ما حريك قلت المسودة بتاعته وبعدين احيل للبرلمان وتناقش وراح الحكومة وراح مجلس الدولة يعني خد الجولة بتاعة القوانين ثم صدق عليه السيد رئيس الجمهورية واصبح نافذ بعد صدور كمان اللقاح التنفيذية بتاعته نعم وكان المفروض انه هو يطبق من اول يوليا في محافظة بورسعيد كمرحلة اولى خمس محافظات اولهم كانت بورسعيد واتباعا في خلال سنتين بقية المحافظات اللي هم اياه فندما اللي هي بقى اسمعاليا سويس شمال وبعليا وجنوب وشمال سين تمام وبعدين يعني ظهرت في الفترة الاخيرة ودي نقطة مهمة جدا شائعات قيلت انه القانون مش جهزين له وانه صعب تنفيذه دلقتي وانه لازم يرجع ولازم يؤجل الشائعات دي عملت بلبلة عند الناس لانه الناس زي ما حركت قلت في المقدمة مستنين هذا قانون لانه ده قانون مش قانون تأمين صح ده قانون اصلاح صح بكل معانيه يعني يعني اللي بيكلم حضرتك ده راجل اشتغل في وزارة الصحة فترة طويلة جدا وعارف مشاكل الصحة ايه وبالتالي القانون سوف يصلح فكانت الشائعات اللي طلعت والاقويل اللي طلعت في السبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول ادت الى تدخل السيد الرئيس وده برضو يعني حس وطني طبعا مش مستغرب عليه يعني انه يحسم الموقف يعني الناس بتقول لا ده متأجل لا ده البنية مش جاهزة لا ده احنا مش جهزين طبعا دكتور حضرتك بتقول احنا خلاص اصطلحنا انه هيكون مطبق من اول يوليو القرار صدر مبارع لا هو قرار القرار لتفعيل المرحلة الاولى هو كنا منتظرين لفندم قرار من السيد الرئيس من اجل التفعيل لا ما انا بقول لحضرتك هو اعتقد انه تدخل السيد الرئيس بهذا الحسم كان نتيجة للشائعات اللي كانت طلقت انه القانون مش هيتنفج لأتي وانه هيرجأ شوية وانه يعني كان فيه قويل كده في الفترة الاخيرة فحسي مد ان الرئيس قال لا ما ينفعش كلام ده احنا اتفقنا على اول يوليا والسيد وزير المالية والسيد وزير المالية كان عضوا في هذه اللجنة اللجنة القومية نعم وجاهز بالتمويل وعمل دراسة اكتوارية وعنده اطمئنان بوجود الملاقة المالية اللي اضغطي القانون فالقرار اللي اصدره السيد الرئيس او التوصيات او التوجيهات اللي اصدرها السيد الرئيس بالامس انا اعتقد انها لتحريك المياه الراكدة علشان نبتدي او يبتدوا المنفذين يطواروا البنية الاساسية في بورسعيد علشان يبدأ تنفيذ القانون في اقرب فرصة ممكنة